انت حددك حطيت ايدك على المشكلة الكبرى انا كست لما ابتدي اساعد وساهم وممكن اكون باشتغل شغلانا ما بيجيبليش فلوس كتير فلاقيت ان المسئوليات زادت في البيت والولاد وجوزي على قده فانا بحس كست مصرية لأ بانطفد يعني لو لا انا هنزل اشتغل وساعد واجيبلي ولادي اللي هم عايزينه ومحسس جوزي خلي بالك الست بجد بتساعد وما بتزلش جوزها زي ما بيطلعونا اللي هو لا لا انا دي بتقعد بقى تكسر عين جوزها لا لا خالص هي بتحاول تحوط عليه من كل حتة وفي نفس الوقت بتبقى محتاجة الكلمة الحلوة اللي هو ايه قطر خيرك دي انت يا الله يعينك يعني انا مش اعرف من غيرك كنت عملت ايه يعني الكلمتين الحلوين دول يخلوا الست دينامو يعني بدل ما يعني خمسة شعلة بتبقى عشرة شعلة في البيت لكن المشكلة بقى المشكلة بقى نيجي بقى ايه في الحتة الحساسة ان الراجل اول ما بيعرف ان الست بتشتغل وبتشيل يعني عايزة لبس بتنزل تجيب عايزة معرفش تغير عربيتها بتنزل تغير عربيتها معرفش عايزينش هليه معرفش فين بتنزل تدفع وتقصط وتبقى هي هلكانة في القصة بيبتدي بص كده اللي هو ايه طب شيلي بقى مادام انت بتعرف تشيلي فشيلي وفي نفس الوقت اول ما بتبتدي الست تحس بعدم التقدير بقى مع الراجل ده وعلى فكرة مش بس مع الراجل حيانا الست كمان بتحس بعدم التقدير مع ولادها يعني ان هي تعبانة وشقيانة في مصارفهم وان بتجيب لهم كل حاجة وتلاقي مثلا ابنها يقولها ايه ما هو ده الوجب وجبك يعني انتي ليه محاسسين ان انتي عاملة حاجة يعني ما بتتعملش فعدم التقدير ليه ليه الست الكويسة اللي بتصرف واللي بتشيل بتلاقي عدم تقدير من ولادها ومن جوزها حلوة وده ده يعني يعني احنا بنتكلم في حتة مهمة جدا لان الستات بطبيعتهم وبالذات الستات الكويسة اللي من النوع ده بيبقوا شعلة عطاقه وبيحبوا يده جدا وزي اي حاجة في الدنيا اي حاجة ما فهاش اتزان بتقلب بنتيجة عكسية حتى الحاجات الايجابية يعني انا لما امنح بس ودي بس وعود اللي قدامي ان انا بدي وبمنح من غير ما يخد ده بيكون ناتيجة عكسية لان اللي قدامي بيعتقد ان ده حق مكتسب خلاص انت اللي قررت ان انت تمنح وتدي او انت اللي قررت ان انت تمنحي وتدي وتعملي ده ما ترجعيش بعد كده تقوليلي انا عملت وسويت ودي كلمة بنسمع كمان في حاجة بتحصل جوه نفس الاي انثى بتشتغل وبتعمل مجهود غير المجهود بتاعها بيحصل جواها ان هو بتبتدي تبص للست اللي ما بتشتغلش وما بتعملش حاجة في الوقت اللي هي مش متقدرة فيه بتشوف ستة تانية ما بتعملش اي حاجة ممكن تكون متقدرة من جوزها ومتقدرة جدا فبيبتدي يجي في بالها بقى ايه يعني طب ده اللي ما بتعملش متقدرة ومتشالة وكويس زي بالظبط الاخ اللي ممكن يكون مؤدب جدا في البيت وبيعمل حاجات كويسة واخوش شائي بياخد امتيازات عنه فبيبتدي يقولك طب ما انا بقى شائي طب ما انا بقى كده من هنا برضو بتبدأ ان هي يعني تحس بالان انا لأ انا بقى انا ممكن اقلب الناحية التانية ولا كده صح ولا كده صح ولا ان انا ادي بافراط واعمل في اكبر من دوري ده من اسباب الشقاء يعني من اسباب شقاء اي انسان في الحياة ان هو يعمل اكبر من دوره ويتوقع نتائج او يتوقع تقدير من الاخرين لسبب بسيط جدا ايو لان تقدير الاخر ده حاجة خارج نطاق سيطرتي في حاجات في نطاق سيطرتي في احنا عندنا دايرتين دايرة حاجات في سيطرتي وحاجات خارج نطاق سيطرتي تقدير الاخر او احترامه اللي انا بعمله ده خارج نطاق سيطرتي انما انا كبني ادم اللي في نطاق سيطرتي هو دوري فكل ما البني ادم كان زكي كل ما كان حجم رغباته حتى الرغبات الايجابية رغبتي في العطاء حجمها مش مديش بالعكس الابرهند ان انا قدي بس اقدي في حدود دوري لاني لما بدي زيادة وبشبع اللي قدامي بزيادة هو بيعتبر ان ده حق مكتسب فبالتالي ما بيحسش بطعمه بعد كده فبحتى كلمة شكرا زي ما انت قلت مع الولاد ممكن الولد لو ويتر نزله حاجة يقول له شكرا لو ممتو جابتله حاجة ما يقول لها الشكرا مش عشان هو ما بيحبهاش عشان هو شايف ان ده شيء عادي ده حق مكتسب